المرة آدم قال لها لحوة بتحبيني يا مرة أم قالت له ليش في غيرك يا خبا مين يا ترى مؤلف هالنكتة؟ ما بعرف عديش هالنكتة معروفة بس ليش هي معروفة للحد اللي معروفة فيه بين الناس لنعمل سواء عاش تريع الذاكرة فصلنا بالحلقة الماضية كيف أنه فهم الأعمق لتطور البيولوجي بالحقيقة هو بتبسيط أنه الجين عرفين صحاله على حساب غيره وأنه نظرية التطور النيو دارويني بالمستوى الأعم بتنطبق على كل الناسخات ما بس الجينات الناسخ هو الشي يلي يساهم سببيا بنسخ ذاته مثل فيروس كومبيوتر فمجموعة الناسخات المعرضة لتغيير أثناء النسخ ستسودها الناسخات الأنجح بأنها تأدي لنسخ ذاتها وتنتشر أكتر كثير أن الجينات اللي بجسمنا هي مثال على ذلك لكن بعض الأفكار بعقولنا هي مثال على ذلك أيضا وقلنا أنه النكة المعروفة بتشكل مثال جيد لهالمفهوم لأنه النكة المعروفة بطبيعته بتشجعك تحكيها لغيرك فهي بالتالي فكرة ناسخة وقلنا أنه هاد هو تعريف الميم فكرة تساهم سببيا بنسخ ذاته بس هالنكة المعروفة مين ألفها؟ الناس بتبادلوا القصص بشكل مستمر عبر الحوارات الاجتماعية أو عبر الإعلام ما مهم الوسيط بس نحنا كبشر منخبر بعض قصص حقيقية أو تخيلية كل الوقت وبعض القصص اللي بنسمعها بيكون فيها صفات كافية لأنها تجعلنا نرجع نحكيها لغير ناس وهن ربما بيدورن يعمدوا نفس الشي وطبعا لما أنا بحكي لك قصص معانا من حدا ما رح أقدر كررها بالضبط مثل ما سمعتك فبيحكي لك ياها مع تحريفة صغير بعض هالقصص يلي بتخليك ترجع ترويها بيكون سبب نجاحها الأساسي بالانتشار هو قديش بتخلينا نضحك لاحظ أنه هلأ صار عنا كل مكونات العملية التطورية ناسخ الميمي اللي هو القصة المهضومة وعننا عدم مثالية بالنسخ كونه لما بنرجع عم نحكي القصة عم نعدل عليها شوي كل مرة سواء بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود وعننا معيار اصطفاء ويلي هو بهذه الحالة قديش القصة بتضحك مع الوقت القصة بتضل تطور لتوصل لحد مضحك بما فيه الكفاية لتصير نكتة معروفة بين الناس بمجتمع ما هلأ إذا التغيير اللي عم يطرق على النكتة بين النسخة ويلي بعدها ما كان مقصود من قبل الراوي بل كان بسبب سوء ذاكرته مثلا أو إنه والله بصدفة اختار كلمة مختلفة للبانش لاين لآخر سطر بالنكتة وطلعت هالكلمة بالذات كتير مناسبة ومضحكة أكتر من غيرها أكتر من نسخة اللي سابقة إلها مثلا فالنكتة بهالحالة ما إلى مؤلف بس إذا كان كتير من الناس اللي مرت النكتة على عقولهم وألزنتهم أثناء نسخ حالة أشخاص مبدعين وقاصدين يحرفوها شوي عن الطريقة يلي وصلتهم فيها بهذا فجعل أكتر إضحاكم في حال كانوا ناس بيشتغلوا بالكوميديا مثلا فهن كلهم مع بعض بيكونوا مؤلفين النكتة بس مع هيك ممكن ولا واحد منهم يعرف ليش بالضبط النسخة النهائية عندهم من النكتة بتضحك للدرجة يلي بتضحك إلهم ورح نشوف ليش بعد شوي طبعا للتوضيح الميمات بتنشر حالة يمين وشمال فممكن تكون الصفة يلي تسبب انتشار نكتة هو مدى تمييز بياختة مثلا كلنا سمعانين بلحظة ما النكتة الشهيرة تبعها المرة واحد كان ماشي أموقف وكلنا سمعانين عن أصل الضحكة في مصر وتد تلنارة تد جست جست كلمي ناو رح نحكي اليوم عن الميمات عن آليات نسخة مقارنة بالجينات وكيف بيتكاتفوا مع بعض ليشكلوا ثقافة قادرة تستمر ورح ننتهي بحصة عملية بتصميم مدينة جديدة أنا وياك أنا اسمي جابر وأنتي عم تحضار ريبولز قناة تحترم أنه عندك عقل وأنك بتحب تشغله اشترك بقناة إذا كنت جديد هون تضروا سبسكرايب تحت زر اللايك بشوي وإذا المشتركين سلفا بحب ذكر بإني متفارغ لعمل هالفيديوهات فول تايم بفضل الدعمين على بيتريون مشكورين جدا وإنه عنا هدف نوصل للمية وعشرة داعم قبل نهاية السنة بحب رحب الدعمين يجداد هالأسبوع وظل أقل من أسبوع لنهاية السنة فإذا بإمكانك وبتحب تنضم إنه لتساهم باستمرار القناة زور بيتريون دوت كوم سلاش ريبولز بتضغط على الكارد بالزاوية من هون قد ما كان مبلغ صغير بالنسبة إلك بيعني كتير إلي ولكن الحدا بيتمنح لقناة تستمر بس ما عنده لقدر المادية إنه يدعمها وصار في طريق الدعم جديد مباشرة من خلال يوتيوب لا يلي بيفضل بحيث إنك بس تضغط على زر تجوين يلي جام زر السبسكرايب في حال كنت بتفضل شكرا سلفا لاهتمامك وخلينا نبلش ملاحظة سريعة لما منفكر باقيها ظاهرة ممكن كتير يكون في مستوى معين للنظر إلها بيساعدنا نفهم بعض تفاصيلها أكتر من غيره هذا لا ينفي أو يؤكد بالضرورة بأن يكون المستوى الوحيد لفهمة كاملة في كل الحالات تخيل حالك جين ما تبع الإكس من تبع البيولوجي أنت كجين ما ممكن تستفيد أحيانا من أنك تعمل حلف مع جين تاني إذا هالشي بيساهم بتحقيق مبتغاك الوحيد بالوجود ويلي هو نسخ ذاتك ممكن ممكن كتير وحلف من هون وحلف من هنيك والتغيرات بالنسخ لساتة واردة والقالية مستمرة صار عندنا الكثير من الكائنات الحية المعقدة جدا تحالفات الجينات هيدا يلي تعتمد على بعضها بنسخ ذاتها منسميها نحنا اليوم الجينوم طيب الميمات كمان ناسخات ما بيعملوا تحالفات؟ نعم ومنسميها التحالف ميم بلكس خليها بالك لكلمة ميم بلكس رح نستخدمها طوال الحلقة اليوم الميم بلكس أو بالعربي بيسموها مجمع أو مجمع الميمات هو مجموعة الميمات يلي بتساعد بعضها بنسخ ذاتها فمثلا أي دين هو ميم بلكس هو مجموعة ميمات بتساهم بنسخ بعضها وأي فلسفة وأي مذهب فني وأي ثقافة كلها أمثلة على ميم بلكس معنى الثقافة بسياقنا عام أكتر ومختلف شوي عن الاستخدام الشائع ذا الكلمة ورح نقصد فيه مجموعة أفكار تسبب حامليها التصرف بشكل متشابه ببعض الطرق طبعا متل ما رح نشوف هلأ طرق متشابهة لا تعني أنه ما في تنوع أبدا ضمن الثقافة الوحدة مقصود بكلمة أفكار بها السياق معلومات مخزنة بعؤون الناس ويمكن تأثر على السلوكهم لا قلو على هالأساس الإدراع على استخدام لغة معينة للتواصل القيم المشتركة المعرفة المشتركة بمجال أكاديمي معين تأدير نمط موسيقي معين هاي كلها أمثلة على مجموعة الأفكار يلي بتحدد ثقافة من خلال مثال اللغة يلي ذكرناه فينا نلاحظ أنه بعض هالأفكار بثقافة ما ممكن تكون ضمنية غير صريحة شو المقصود بتعبير غير صريحة يعني إنها أفكار ضمنية مثل الأفكار اللي بذهنك يلي بتكون شغالة وأنت عم تتبع قواعد لهشتك مثلا أنت بالفصحة بالجوز بتعرف القواعد لأنك تعلنتهم بالمدرسة بشكل صريح أما باللهشة كلامك اليومية غالبا ما بتعرف ليش بتتبع قواعد معينة بترتيب و لفظ الكلمات مثلا وأكيد بعمره ما أحد يعلمك كيف تنغم الجملة لحتى تعبر عن سؤال أو تعجب ما هيك؟ ها؟ فهالأفكار كتير ضمنية لكنك بتتصرف على أساسها كل الوقت وطبعا نفس الشي هناك أفكار ضمنية غير صريحة بالمفاهيم الفلسفية الكبيرة مثل الحرية والمعرفة ما أعلم أنه الخط الفاصل بين الصريح وغير الصريح ما دايما بها الوضوح الشي اللي عم بنسميهم ثقافة بيتطور الأفكار اللي بتشكل الثقافات سواء كانت صريحة أو لا بتم تناقلها بين الناس ولما بتنتقل من ذهن لآخر نسخها غير مثالي أبدا لحد هلأ ما عنا طريقة نسخ فيها المعلومات من إدماغ لآخر بدقة كبيرة وكأننا عم ننسخ ملف من كمبيوتر للتاني فحتى شخصين من نفس الثقافة بيحكوا نفس اللغة ممكن يختلف شوي تعريفهم الضمني غير الصريح لبعض الكلمات بلغتهم فهيك الميم أو الميم بلكس بسبب احتواءه على معلومات ضمنية غير صريحة ممكن يقدر السلوكيات متشابهة عند كل الناس اللي حاملينه بإذهانهم بلا ما يعرفوا ليش بشكل شبيه بي اللي قلنامنا شوي إنه بيجوز ما حدا يكون بيعرف بتضبط ليش النكتة اللي حكاها بتضحك بالذات لأذكار الضمنية غير الصريحة بتخلي النسخ المثالي للميمات صعب كتير مثلا النكتة اللي بلاشنا فيها الحلقة بيجوز أنت تحب تحكيها لحدها عالشكل التالي أدم سأل حوى بتحبيني يا مرة قالت له لش في غيرك يا دب لأنك حبيت تبدل الكلمة الخائية بكلمة دب عأساس لتلطف النكتة وكونوا برأيك المضحك بالنكتة هو فقط فكرة غياب الخيارات الأخرى عن تحوى بهذا السياق بس فرضا ما حدا ضحك عن النكتة لما حكيتلهم ياهب هالشكل وطلع مثلا إنه وجود كلمة غير لطيفة بنهاية النكتة ضروري ليخليها بتضحك أو إنه حقيقة بإنه كلمة مرة وكلمة بيعملوا قافية وهالشي بلعب دور بيجعل النكتة أضرف عفكرة القوافي ما قليلة بسياق الكلام عن الميمات بالحملات الدعائية بيعتمدوا على القوافي لأنها سهلة الحفظ وبتعلق بالذاكرة ما يجعل الإعلان ناجح وبساهم بانتشار المنتج يعني بيضموا القافية للميم بلكس تبعهون بهدف يساهم بالنسخ أكتر عن كل حال بتلاحظ أنت بعد تكرار المحاولات بإنه النكتة ما بتضحك إلا بشكل معين دون الآخر حتى لو مفهمت ليش وحتى لو التفسيرات اللي حكيناها من شوي طلعت كلها خاطئة فبترجع التحكيها بشكل أقرب للشكل اللي سمعت فيه أول مرة وهيك بترجع بتساهم بنسخ كتير من الميمات الضمنية رغم طبيعتها المخفية بدقة لا بأس بها بس هاد مثال عن النكتة أصيرة كتير وفيها قافية فالميم أو الميم بلكس هون كتير بسيط بس لو النكتة أطول بشوي يعني الميم بلكس أعقد بيكون النسخ بهذا الدقة أصعب بكتير واحتمال التحريف والتغيير أثناء النسخ سواء كان مقصود أم لا أكبر بكتير بنظر المفكر وعالم الفيزياء ديفيد دويتش صعوبة النسخ المثالي للأذكار الضمنية غير الصريحة بأي ميم بلكس بيفسر ليش أحيانا لما بيموت مؤسس اتجاه فلسفي أو سياسي بتصير مشاكل كبيرة بين أشد أتباعه لأنه بيلقوا حالهم بمواقف بتخلي اختلافات الفكرية غير الصريحة فجأة تطفع على السطح والمؤسس يلي كان تكلمته ممكن تحسوم هيك مواقف ما بقاته موجود فبالدين مثلا حتى لو في اتفاق على أنه نص معين هو مقدس ومعصوم بالضرورة رح يكون في شوية خلاف على تفسيرات هالنص اللغة بطبيعة مبنية على كتير معلومات ضمنية لهيك معنى كلمة معينة بذهني لا يطابق تماما معناها بذهناك هذا بيعطينا مستوى جديد وغريب شوي ممكن يفسر حدة بعض الخلافات التاريخية بين المذاهب الدينية المتقاربة رح نرجع لها القصة بعد شوي لتوضيح الاختلافات بين الأفكار الضمنية غير الصريحة عند الناس ضمن الثقافة الوحدة خلينا ناخد مثال فيك تجربوا انت كمان لو بتحب إذا بتعرف شخصين من نفس الدين وبيكون لسه أحسن إذا كانوا من نفس العائلة جيبون وقعود سألهم عن قراءهم بسيناريوهات متخيلة وما إذا كان الإلهي اللي بيأمنوا فيه ممكن يغفر أفعال معينة أم لا تسألهم شي مثل هلأ هو برأيك ممكن يغفر للشخص اللي سرق طب يلي قتل طب يلي عمل كذا طب أبسط من هيك شو بالضبط العقاب الآخروي لملائم لفعل كذا يمكن أنت ملاحظ من قبل قديش فيه اختلافات بين الناس حول أهمية العدل الإلهي مقابل ساعة الرحمة الإلهية كان عندي رفيقة تؤمن بأن الرحمة الإلهية وسعت كل شيء إلا أذية محددة بشكل محدد جدا تجاه الأطفال ماني مستلطف أذكر شو الأذية بالضبط بس يمكن فهمت شو هي فحدة ثانية بالقاعدة كان ممكن إلا معك فعلا عمل شنيع أي إله عادل ما ممكن يرحمه بس ماذا عن اغتصاب البالغين طيب أو ماذا عن قتل الأطفال ليش كل هالأفعال يمكن رحمتها إلا يلي ذكرتي وبشو لو كان هالمتعدي بغير مجالات شخص ساعد ملايين الناس حول العالم وإلى آخره بعد طرح الأسئلة المناسبة من هالنوع على أي شخصين بوقت أصير نسبيا رح تلاقي اختلافات بإجاباتهم ما يعني بإنه فيه اختلاف بالمفاهيم الضمنية اللي بتشكل مفهومهم حتى عن شي مركزي بحياتهم مثل الإلهي اللي بيأمنوا فيه مع أنهم من نفس المذهب الديني تصوراتهم مختلفة عن الإله ولو بشكل صغير والواحد فيهم بيشوف أنه الآخر إلهه ما حقيقي مي بالمية يعني ستريكتلي ستريكتلي سبيكينج هن بشكل ما شوي ملحدين بيألهب بعض ربما لهيك كمان ممكن الميم بلكس يحوي ميمات تسعة لتخفيف هالأسئلة مشان ما تظهر هالفروقات كتير ربما مثلا ميم يهدف للتخفيف من الشك شي بيشبه أنه هالأسئلة هي شياطين عم تواسوس لك وتزن بدانك أو تكثير كثيري الأسئلة من هالنوع الاتهامات المعلبة الجاهزة من نوع هاتشكله عم يدس السوم بالعسل كلها ميمات تسعة لمنع تعرض الميم بلكس ككل للطمحيص أو ممكن صحبة ميم المرجعية يفيد هون تنصيب مرجعية مركزية تأخذ إجاباتها كسلطة من قبل نسبة كبيرة من الناس حيث ممكن نلبي هالشي الغرض بحسم الأسئلة بدون ما يصير إشكاليات حوليها طبعا هالمثال كان بمجال ديني بس فيك تلاقي له مشابهات بكتير قضايا اجتماعية وأفكار فلسفية وتوجهات سياسية تاريخية وحتى معاصرة بناء على كل ما سبق نفهم كيف الثقافة مانا مجموعة ميمات متطابقة لأنها لا يمكن أن تكون متطابقة مثل ما وضحنا بل مجموعة ميمات متشابهة لكن فيها تحورات أو تنويعات عن بعضها بحيث يؤدي كل تنويع للسلوكيات مختلفة شوي بس عن الثاني وبعض التنويعات أنجح من غيرها بالانتقال من عقل لآخر متل ما رح نفصل بعد شوي بس التنويعات الناجحة جدا بهالشي هي الميمات اللي بتشكل ثقافة معينة وقدرت تستمر لمدة زمنية طويلة لكن نسبيا هن الاستثناءات أغلب الأفكار ما بتنجح بجعلك تقوم بسلوك معين يعبر عنها بحيث توصل للآخرين ومن ضمن هدول فقط نسبة صغيرة تنجح بنسخ حالها عند هالآخرين يلي يستقبلوها بتضبط مثل ما حكينا بمثال تنويعات النكتة بس أنه عمستوى ميم بلكس معقد أكتر بشوي فتخيل مثلا أنك قريت كتاب وعجبك الكتاب لنقول ألف صفحة أكيد ما كل أفكاره علقت بذهنك أو أقناعتك بس في نسبة منها بنظرك هي أفكار رائعة لاحقا ممكن تحكي هالأفكار لأصدقائك يا بتشدهم يا ما بتشدهم وإذا شديتهم هالأفكار يبتق نوعا يتصرفوا بشكل معين ويحكوا عنها أكتر أو لا بس شوف هون شو في شغلة ضريفة ممكن تصير ممكن أنت لأنه كتير عجبتك بعض أفكار الكتاب تشتري منه عشر نسخ وتوزعها بين أصدقائك المقربين أو أبسط من هيك تعمل له مراجعة كتير هيك قوية ومحفزة على الفيسبوك أو على جود ريد وتنصح فيه الناس يقروه بشكل مقنع الحلو هون أنه الأفكار اللي ما عجبتك بالكتاب بسبب ارتباطه مع الأفكار اللي عجبتك نشحت بإنها تنتقل من خلالك لذهن العديد من الأشخاص الآخرين يعني الأفكار الضعيفة انتقلت بالواسطة طبع ارتباطه مع الأفكار القوية فلا هيك ممكن تلاقي ميم بلكس متمثل بأفكار كتاب ديني أو فلسفي أو سياسي يكون مبجل كله بفضل بعض الأفكار الجذابة أو المثيرة الاهتمام يلي فيه وبسببه الميمات أو الأفكار السيئة يلي بالكتاب أو غير المثيرة الاهتمام كمان عم تنجح بالانتقال ويمكن عم تنال تأدير أو احترام ما بتستحقه وكيف بيصير لسه الموضوع انترستينغ أكتار؟ إذا هال ميم بلكس بيحتوي ميم معين بيقول بإنه ما بيصير اجتزاء الميم بلكس يعني بيكون فيه مبدأ all or nothing أنت يا أما ماركسي على الآخر يا أما مانك ماركسي أبدا وعسيرة ماركس فكرة بإنه الثقافات تتغير وتتطور قديمة كتير على الأقل بقدم فكرة التطور البيولوجي بحال ذاته لكن بيحكي لك ديفرد دويتش أنه بنظره كتير من محاولات تفسير تطور الثقافات تم بناء على أرضية فهم خاطئة لنظرية تطور البيولوجي أصد الفهم الخاطئ يلي حاولنا نفضحه بالحلقة الماضية ماركس كان شايف بإنه نظرية تطور الداروينية تعطي أساس من العلوم الطبيعية للصراع الطبق التاريخي فقارن الصراع بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية مع الصراع المزعوم بين الأنواع البيولوجية أيديولوجيات فاشية مثل النازية استخدمت ادعاءات مثل البقاء للأقوى أو البقاء للأصلح لتبرير عنصريتها والعنف تبعا بس بالواقع المنافسة بإطار التطور البيولوجي هي بين تنويعات الجين ضمن النوع الواحد مثل ما فصلنا بالحلقة الماضية هالآلية أحيانا تقود فعلا لتنافس بين الأنواع وأحيانا أخرى تقود لتعاون بيناتهم أي حدا دارس علم أحياء سمعا بمصطلح السمبيوسيس بالتكافل أو التعايش يلي بيحكي عن علاقة طويلة الأمد بين كائنات من أنواع مختلفة هل علاقة إلها عدة أنواع نوع بيفيد الطرف لكن ما بيدر الطرف الآخر نوع بيفيد طرف وبيدر الطرف الآخر ونوع بيفيد طرف وبيفيده الطرف الآخر مثل ما بتعرفش اسمك فيه كتير من البكتيريا يلي ما فيك تعيش بلاها وما في تعيش بلاك يعني فيك انت وهي تهدو بعض نص أغاني إليسه فيك أو فيكي اتغيرو حالتكون العاطفية على الفيسبوك simpler هي علاقة طويلة الأمد مع البكتيريا أعرف ستكسره كثير قلوب بها الحركة لكننا لا نحب الصراحة والعلم أو فكر بمدى عمق العلاقة بين الأزهار وبعض الحشرات وكيف مهمة لإستمرار النوعين هذا ليس صراع بين الأنواع ولا يشكل أي أساس لصراع طبقي كل ما تحس بأن مخك فهمانة تطور البيولوجي على مستوى الكائنات رجع حضار الحلق الماضي هذا لحتي يصير فهمك لتطور على مستوى الجينات هو البديهي والتلقائي عندك برأي دويتش ما صدفي أبدا بأن الأيديولوجيات اللي بتحمل هيك منظور عن الطبيعة بتصير يا أما ضد تقدم المجتمعات كليا أو أنها تدعو للعنف أو تبرره وتبرر أعمال غير أخلاقية على أساس بأنها ضرورية وإجبارية ولا مفر منها بالضبط مثل تصورهم عما يحدث بالطبيعة من منظورهم الضيق إلها من كلامه هاد بفهم أنا تلميح أنه هالشي يفسر جزئيا ليش ممكن اليمين المتطرف جدا يكون محافظ كتير وما بدي يغير أي شيء بالمجتمع وليش اليساري المتطرف لا يعترف بقية تقدم عم يصير بشكل تدريجي وبيقول لك إيه هاي دي كلها أشياء شكلية فقط تطور الجينات وتطور الميمات على المستوى الأساسي متشابهين جدا الميم والجيم أنواع ناسخات وبيتم نسخهم بشكل غير مثالي فبينطبع عليهم التطور مثل ما حينا variation selection تنويع أثناء النسخ وقالية اختيار لكن بقى بالتفاصيل بيختلفوا عن بعض شوي هناك معلومات مخزنة بشكل فيزيائي على شكل الجين بل حتى يتم نسخ هالجين عموما المطلوب فقط يصير تكاثر أو تناسل جنسي أو لا جنسي وقته مع الخضوع لقوانين الوراثة وهالإشياء يعني الجين بيعبر للجيد القادم حتى لو كان الجين معبر عن حاله كصفة أو سلوك بالكائن يلي تكاثر في جينات نايمة غير مفاعلة متل ما نعرف مع ذلك ممكن كتير بأنها تستمر بعبور الأجيال بالجينات ممكن عبور بدون تعبير أما بالميم العبور يتطلب تعبير بالضرورة شو يعني هالكلام؟ يعني ما بيكفي يكون الميم بذهنه الشخص لينتقل للآخرين إذا فيه بعقلي فكرة فهي معلومات مخزنة بدماغي هادي الشكل الفيزيائي يلي أخدته بشكل شبيه بتخزين المعلومات بالجينات ولكن إذا هالمعلومات بدماغي يعني إذا هالفكرة بذهني ما قدت لأي سلوك من قبلي ما حكيت عنها لحدها وما تصرفت بأي فعل مبني عليها لا بشكل مقصود ولا بشكل غير واعي فهي المعلومات أو هاي الفكرة فشلت بالاستمرار أما لو المعلومات بذهني قدت لسلوك معي مثلا خلتني اخترع جهاز مفيد بيعتمد عليها أو اكتب عنها بشكل صريح على الفيسبوك فهيك ممكن تنتقل لعقل آخر أيوة يعني الميم لازم لحتى ينتقل يكون موجود على الأقل بصيغتين فيزيائيتين مختلفتين كذاكرة بالمخ وكسلوك خلافا ليلي قلنا عن الجينات يلي بيكفيه صيغة وحدة أهل أساس من مستوى أعلى بشوي بيطلع معنا اختلافات أخرى بين تطور الميمات والجينات الميم يلي بذهنك لازم يقدر يعبر عن حاله من خلال سلوكك لحتى يكون عنده فرصة ينتقل بس هالشي ما بيكفي طبعا حتى إذا عبر عن حاله راح يتنافس على انتباه الآخرين مع كل شي في ميمات بمحيطة فلازم يكون هالميم بيحمل صفات تخليه ينجح بالمهمة ويحظى بانتباه وقبول الآخرين بحيث ما بس يتخزن بأذهانهم بل كمان يؤدي لسلوك بس إذا ما نجح بهالخطوة الأخيرة راح يتالي لهيك بتفشل أغلب محاولات اختراع أو صناعة ديانات جديدة حتى لو كان من ضمن تعاليمة بإنها تنزرع بعقود الأطفال بأعمار صغيرة هلأ هو غالبا ميم مفيد كتير بس هل يترى تعليم أي ميم أو ميم بلاكس للأطفال بعمر صغير كافي لانتشاره أكتر؟ أنت ورفقاتك بالمدرسة بعمره الطفولة تعلمته جبر وهندسة وكيميا ورسم وفنون ويمكن موسيقى كم واحد بتعرفوا منهم عم يعلم هالإشياء لغيره أو لأولاده اليوم؟ هل ميمات نحطوا في ذهننا لما كنا صغار؟ بس محتواهن ما كان كافي بالنسبة لمعظمنا بإنه نحنا كمان نساهم بنقلهم بينما الديانات الكبرى بالعالم نشحت بالانتقال من جيل لجيل لفترة كتير طويلة الإسلام عمره أكتر من ألف سنة المسيحية أكتر من ألفين الهندوسية والبوزية أكتر من ثلاث تلاف معناها الميمات طبعهم مكونة من أفكار سواء ضمنية أو صريحة معقدة بما فيه الكفاية بإنه تحقق الشرطين تترسخ بذهن الفرد وتشكل دور بتصرفاته وسلوكياته صحيح عندك آلاف الديانات بالعالم اليوم بس فيك تتخيل بإنه عدد الديانات يلي ماتت بعد فترة أصيرة من بدايتها أكبر بكتير بل بحالات نادرة بتلاقي أهل ما كتير متدينين بس برب أولادهم على قناعات دينية رغم ضعف قناعتهم هن فيها يعني ممكن واحد يطلع ابنه متدين شوي أكتر منه بسبب تربيته هو مثل ما قلنا كتير أحيان من نفذ ميمات نحنا ما بنعرف لش عمل نفذها فبهالحالة نادرة في معلومات غير صريحة ما بنعرف شو هي بس موجودة بالميم رغم أنها ما كافية تأثر على كل تصرفات حاملة كانت قادرة تخليين إلى الأولاده على كل حال هاد غير بإنه في أهالي بقللولك صراحة بإنهم ما بيعرفوا يربوا أطفال خارج الإطار الديني يلي تربوا عليه مع أنهم ما كتير مقتنعين فيه ببساطة الميم بلاكس تبع دينهم ملاقا ميم بلاكس تاني ينافسوا بهالناحية فلهيك ما زال مترسخ بعقلهم وبسلوكهم وبالتالي نجح بالاستمرار هنرجع لمثال النكتة تخيل بإنك قريت نكتة على الفيسبوك مثلا وما علاقيت بذهنك كتير أو ما شفت تستحق بإنك تحكيه لحدا فخلص الميم عمليا خلص نسله عندك لأنه فشل بتوظيفك بنقل نفسه أو تخيل بإنه عجبتك النكتة وحكيتها لغيرك بس ما علاقيت بذهن ولا واحد منهم وبالتالي واجهت نفس المصير بهذا الخط طبعا هاد مجرد مثال افتراضي أنت بالواقع بس تحكي نكتة سبب عدم انتشارة بإنه يلي سمعوها حرفيا ماتوا من الضحك قبل ما يلاحقوا يحكوا ولا حدا فماتت معنا النكتة لهيك أنا ما بنكت به الفيديوهات لشان ما يصير مجازر يعني عصيرة الفيديوهات لاحظ بإنه ممكن فكرة تخليني اكتبعه على ورقة أو على الفيسبوك أو تسجله على فيديو على اليوتيوب لأني مثلا بشوفها انترستينج أو مفيدة فهي كلها بتكون صياغ فيزيائي مختلفة لنفس الميم الميم عم ينتقل من وسط فيزيائي لآخر عمليا حتى معلومات الجينات ممكن ينطبئ عليها نفس هالكلام إذا أنت عالم بايو تكنولوجي بمستقبل قريب جدا ممكن تقرر تخزن على الكمبيوتر بيانات جينات معينة من كائن معين لحتى تكون متاحة دائما بالمستقبل لتتهندس بخلية جديدة فرضا لأنها بتحمل صفات مناعية معينة أو أي شي انت شفته مثير الاهتمام ببيانات هالجين هيك بتكون معلومات الجينات قفزت من صيغة بيولوجية لصيغة إلكترونية بالضبط مثل ما الأفكار بتنط من وسط مكتوب بلغة إنجليزية على كتاب فيزيائي لوسط محكي بلغة عربية على اليوتيوب معناها الناسخ الحقيقي الريبليكيتر الحقيقي ليس الصيغة الفيزيائية بحد ذاتها بل المعلومات المجردة يلي بيحملها الجين أو الميم جديد بالذكر بي أنه بكرة بمستقبل في حال أو لما بيصير عندنا الإدارة التكنولوجية ننسخ الأفكار من دماغ الإنسان مباشرة لكمبيوتر وبالعكس وكان الشي المعتاد أنه الناس يعملوا upload و download لأدمغتهم كل الوقت ولسبب عجيب غريب البيانات هيدة خلوها تكون بشكل أوتوماتيكي مشاركة بياناتهم على طول وقتا في حال صار هيك عن جد بيكون محتوى هالفقرة بحاجة تحديث طبعا من كلامنا اليوم بعتقد صار واضح عندك بأنه الميم أناني مثله مثل الجين أناني لأنه همه ينسخ حاله أحساب غير ميمات ومصلحة الفردي اللي حامله أو مصلحة المجتمع ما أنا مشكلته لذلك التاريخ والحاضر مليانين بفلسفات وديانات وأيديولوجيات سياسية ناجحة جدا بالانتشار بمجتمع وبنفس الوقت ذات أثر تدميري يعليه جاهز لحصة العملي؟ فرضا أنا هلأ لو بدي أعمل ديني جديد وكان هدفي بأنه ينتشر بأكبر شكل ممكن بعيدا إذا أثاره إيجابية ولسلبية على البشر بعد سهمي للميمات بهالشكل رح أقول بإني مجدد وكول ويا لطيف بس أنا أكيد ما رح خليه عبارة عن مجموعة أفكار كلها ثورية وجديدة لأني هيك رح أتعذب كتير كتير بل من الأريح إلي للتحقيق هدفي بنشر ديني بإني ابني على أفكار سلفا بعرف بإنها بتشكل ميمات ناجحة ناجحة يعني ناجحة بالنسخ كونها انتشرت سابقا بمكان أو زمان ما بشكل ناجح جدا فأنا بأخذ الميم بلكس القديم وبعدل عليه كم شغلة وبقول هاد ديني الجديد في حال كان الدين القديم ما زال بنفس الفضائي اللي عم حاول إنشر فيه ديني غالبا المؤمنين به رح يكونوا الأكثر عداء إلي مثل ما شرحنا الخط الأول بمنافسة دائما بين الناسخ وتنوعاته يعني بين الجين والجينات اللي بتشبهه كتير بس مع اختلافات طفيفة ونفس الشي بين الميم والتنوعات اللي بتشبهه بس طبعا مثل ما شرحنا الميم على مستوى معين بتنافس مع كل الميمات الأخرى حتى لو ما كانت من تنوعاته هاد يمكن بجاوب على الأقل جزئيا على سؤال تسمعوا من الناس لما بيكونوا كتير بسياق خارج سياق صراع أديولوجي معين وعم يشوفو من بعيد بس بيئلولك ليش الخلاف حاد كتير بين طواقف دينية الفرق بين أفكارهم كتير سخيف وصغير مقارنة بالفرق بين أي منهما مع دين ثالث حشو منحط ميمات كمان منمنع الزواج من بره دين ريبلز ومنخليه كتير تصرف يجلب العار لصاحبه أو لصاحبته الجيران الريبلزيين بصير يحكو بين بعض ييس ماد يا عم فلاني يعيب الشوم عم تطلع مع واحد دحيه وعم يأكلوا خيارات بعض حصر الزواج دم الديني الواحد بيخلي المسافة واضحة مع الميم بليكس الثاني وبيساهم لكن مثل ما شرحنا ما بيضمن بإنه الولاد يطلعوا مريبيلين كمان يمكن الله حفظ من قبل كيف كتير من الأقليات حول العالم بيميلوا لتبني هالميم وببدايات الطائفة الريبلزية رح يكون في تحفيز غير مباشر للإنجاب والتفريخ كمان ميم إنجاب الكثير من الأطفال بالعائد الواحدة بتلاحظه عند العائلات الملتزمة كتير ببعض الديانات المورمنز مثلا واليهود الألترا أرثوذوكس التقليدين بشكل خاص عنده الولاد أكتر بكتير من غير الأرثوذوكس مع التذكر بإنه عدد اليهود بطواقفهم جميعا بالعالم كله على بعضه هو 15 مليون نسمية فقط وهات كمان تقريبا عدد المورمنز إذا شفنا واحد ريبلزي عم يبحد شوي عن الصيراط الدائري الصيراط الدائري لأنه الريبلز بالمي دوائر فصيراط دائري طبعا بعدين شوفي شي بيرفكت قد الدائرة إذا كم من أنصار الدائرة رفع إيدك بالتعليقات يعني إذا واحد عم يكتر أسئلة زيادة عن اللزوم منلاقي كلمة قيلة نطلق عليه وعن أمثاله فورا بحيث يخاف من الاستقصاء ويضطر لحتى يثبت ولائه يتصرف بشكل يبعث إشارة علانية للكل بإنه ريبلزي ملتزم تقي مثل أنه مثلا ينزل صورة على الإنستغرام لابس فيها تي شيرت ريبلز بيقوم رفيقه يلي عم يقبل عودته إلى أحضان الحق بيكتبله تعليق بيقله فيه الأشد خطرا على الريبلز ليسوا أعداء الريبلة بل من يعتقد أنهم ريبل وهو ليس كذلك النقعة تاخد راحتك كثير بأي ميم ريبلزي مشان ما تعمل تنويع جديد من الميم بلكس لأنه ممكن يصير أكبر منافسينة طبعا لازم نحط إشياء بتقدم فائدة لحامليه الميم بلكس الريبلزي النبيل هي يلي بتكون عاطيه الميم بلكس قيمته بالنسبة لحامله فهيك بيكون عند الميمات البقية شي يتعلقوا عليه لينسخوا حالهم بالمعية مثلا على المريبلين الجدد مشاهدة حلقات ريبلز عن التأمل وممارس التأمل اللطف المحب أسبوعيا بعد صدور فيديو ريبلز الأسبوعي هذا شي بيقوي تسامحون وحبهم لبعض وطبعا تأمل ميندفلنس كل يوم لكل مريبل وصيام متقطع شهرين كل سنة ببداية الربيع هيك بيكونوا بصحة جيدة ونازل وزنهم وجسمهم حلو وجاهزين لموسم التزاوج والبشري بيفيدنا مشان نزيد المنضمين يطلع عنا سماعة حلوة بأنهم كلنا سكسي طيب تأمل وصيام شوفي كمان اوكي نرجع للفن ممكن كمان نستغل ميم تخود الحمام غير طلعه اليهود ما بيطلعوا 15 مليون واحد بالعالم كله عبعضه بينما المسيحية والإسلام عندهم أكثر من مليار متابع حول العالم أكثر من المتابعي بيوري باي يا زلمة مثل ما بتعرف التحول لليهودية صعب نسبيا مقارنة بالإسلام والمسيحية غير هيك ما في كتير حملات تبشير باليهودية مقارنة بالمسيحية والإسلام فنحنا ما نخلي الانتساب لدين الريتولوزم سهل كتير وطبعا المريبل الحقيقي هو المريبل يلي ما بيخلي الفيديو يوقف عنده وبينشر الفيديوهات ويدعو لآخرين للانضمام لما شخص غير مريبل بيعبر عن أي اهتمام وبيسأل عن اللازم لا ينضم يا أهلة وسهلة انت بس عمال سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو ولأنا عندي عقل وبحب شغله أو ما تشغله ما منختلف ما مشكلة خلص صرت مريبل جديد أهلة وسهلة فيك انت والله يا ولكم بس إذا بعدين بده يطلع من الريتولوزم لا حبيبي طلع مننا غير شي مننفذ فيك حد الردة تبع القرن الواحد وعشرين نعمل لك انفالو على الانستجرام وانفرند على الفيسبوك وما بعرف شو اسمعت تيك توك وبناخد منك تليفونة كذا قدرنا وبهالطريقة منخليك تحس بالعزل الاجتماعية وتعرف بانه ما لك وجوده أمان إلا بين الريبلان وعسيرة شعار عندك عقله بتحب تشغله إذا صار بهالأوساط الريبلزية بلبلة أو خلاف على مسألة ما فيا أما أنا بفتي فيها بإكس كاثيدرا من الكرسي المعصومة تبعي يالي اهتينا عنها بحلقة المعصومية يا أما منقول هالسؤال ممنوع وهي ما إلى جواب طبعا هلا بعرف بإنه أنت كمورايب الحقيقي راح تقلي بالتعليقات بإنه هالميمات ما بتتناسب مع ريبلز ما بس لأنه حضرة جناب مستر ريبلز بيبدك الحلقة بشعار تشغيل العقل يلي بتضرب مع أغلب هالميمات بل حاطط لي إشارة استفهام بنصف شعار ريبلز وكأنها أساس لميمات مختلفة جدا جدا عن اللي وصفناه آه أوكي أوكي معك حق خلص لكن الحلقة الجاية منحكي عن صفة معينة بتميز بين أنواع الميمات الأساسية بتساعدنا نفهم الاختلافات بتطور الثقافات من زاوية كتير مميزة بل كي بنعمر خلالها ريبلوزم تليق فعلا بالدعاء بإنه عنا عقل وبإنه منحب نشغله بس ليك جاست فور فون كتب لي بالتعليقات شو لازم نضيف كمان على الميم بلكس يلي بيشكل دين ريبلوزم يلي سممناه اليوم إذا كان بدنا إياه ينتشر شكرا كتير لوقتك ومتابعتك والشكر خاص لدعمي ريبلز على بيتريون مثل ما لاحظت الحلقة كان طويلة شوي وفيك تتخيل قداش أخذت مني شغل فأتمنى أنه كانت وشبة تهنية غنية وظريفة إذا حبيت أو شايفت القناة تستحق تستمر يريد تضغط على هات المربع بنص الشاشة تزور حساب ريبلز على بيتريون مشكورا جدا شاركني أفكارك بالتعليقات وبشوفك بالحلقة الجاي سلام